وصلت مؤسسات مملكة البحرين في القطاعين العام والخاصة جهودها لضمان توفر السلع واستقرار أسعارها على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع نعم في ذات السياق أكد عدد من التجار في مملكة البحرين أن أسعار السلع الغذائية مستقرة ولا تأثير لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاوم الارتفاع في مؤشر الأسعار العالمية جهود كبيرة بذلتها حكومة مملكة البحرين لضمان توفر السلع الغذائية وضمان سيابيتها في السوق البحريني وبالأسعار المتعارف عليها في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الظروف المختلفة وبالرغم ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة الفاوم إلا أن كافة الجهود المبذولة في مملكة البحرين من قبل القطاعين العام والخاص ساهمت في ضمان استقرار السلع ولعل أبرز التوجيهات أو الأوامر التي كانت ذات الأثر الملموس على ضمان استقرار أسعار السلع هو أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا وهما تضح جليا في الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الأسعار تحقيقا لصالح المستهلك واتضح خلال شهر رمضان المنصرم وعيد الفطر الأثر الملموس لهذه التوجيهات والجهود بالرغم من الظروف العالمية وإشكاليات سلاسل الإمداد العالمية التي بدأت بالتعافي مؤخرا فشهدت الأسواق البحرينية إقبالا كثيفا على التسوق في وقت كانت وزارة الصناعة والتجارة تراقب فيه الأسعار بالموازات مع جهود التجار من خلال بذل الجهود لتقديم أفضل الأسعار الصورة الأوسع تأتي في جهود مملكة البحرين منذ سنوات في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين والشاهد على ذلك دعم زراعة المحلية من خلال سوق المزارعين البحرينيين إضافة إلى جهود الحفاظ على الثروة السماكية واستزراع الأسماك وإطلاقها في بحر مملكة البحرين بالموازات مع التسهيلات التي تقدم للمشاريع التي تخدم الأمن الغذائي في المملكة وتهيئة كافة البناء لسيما اللوجستية التي تخدم هذه المشاريع من أجل ضمان سد احتياجات مملكة البحرين للسلع الغذائية ترجمة نانسي قنقر